السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين اليوم الأول بعد التعويم اليوم الأول بعد الخير الكتير اللي دخل مصر اليوم الأول بعد الأخبار الجميلة بعد فرحة الإعلام المصري وانتصار اللجان الإلكترونية وهزيمة أعداء الوطن والخوانة مصر اليوم في أيدي يا جماعة الحمد لله الحمد لله إحنا عومنا والبلد بخير وتحية مصر وليخسى المجرمونة والخوانة وأعداء الوطن وليحيا الرئيس السيسي ده هو العنوان العريض أو مش ده العنوان العريض ده اللي هم عايزيننا نقوله ده اللي بيراد للشعب المصري أنه يردده ده اللي بيراد لأي حد بيتعامل مع الشأن المصري أنه يتكلم به أن احنا في حالة فرحة وأن أي حد بيطرح أسئلة أو بيقول يا جماعة الكلام مش كده فهو خاين وعميل وهو وحش وهو من المجرمين وهو من أعداء الوطن طب يا أستاذ انت بتقول الكلام ده على أساس إيه؟ مش على أساس أي حاجة هو البلد عايزة تفرح فإحنا بنفرح فاكر منشطات مصر بتفرح هم الجماعة عايزين يفرحهم خلاص فالمفترض الشعب المصري كله يفرح معاهم وإحنا نفرح معاهم بس معلش شك معه والله إحنا مش هنقدر نفرح معاكم ليه بقى؟ لأن الحقيقة اللي حصل ما بيقولش أن في حاجة تفرح يعني سوابقكم في التعامل مع الملف الاقتصادي بتقول أن انتم ودييننا في 60 دهية فأعذرني والله مش قادر أشارك معاكم في الحالة الفرحة المصطنعة أو اللقطة الكاذبة اللي انتم بتحاولوا تاخدوها لكن النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي حاب يدي الختم بتاعه في مسلسل ومهرجان الفرح للجميع اللي هم عاملينه في مصر من مبارح بعد قرار التعوين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وشارك في مهرجان الفرح للجميع ويتحدث في مؤتمر صحفي كان يقف وراءه فيه كامل الوزير وزير النائل وشوية وزراء كمان تعالوا نشوف مدبولي قال نحن في حرب لإعادة الانضباط للسوق المصري نعم اقتصاد الحرب مهم عزيزي دولة الرئيس قول يا عم مصطفى قول احنا كنا محتاجين تدبير سيولة مالية واحنا هنحارب واحنا مش هنسيب المجرمين يعملوا اللي هم عايزينه هنشوف طبعا تصريحات مصطفى مدبولي بالتفصيل لكن تعالوا مع بعض نسمع جزء من اللي قالوا عن موضوع تدبير العملة نتابع انا كنت بعض مع كل التجار والمصنعين وكان كلهم بيكلمونا واشنا بيكلم على ضبط الأسواق بيقول احنا بنعاني من توفر الدولار ومش عارفين ندبره وبنطر نروح ندبره بالسوق السودة والسوق السودة بيعلى ومضطر بناء علي ان انا اصعر السلع بتاعتي بسعر الأسواق السودة لان انا مش قادر اخذ بالسعر الرسم يبقى هو كان بيقعد مع التجار والتجار بيقولوله احنا بنروح للسوق السودة نجيب منها الدولار وهو كان بيحاول يتعامل مع الموضوع يعني الدولة كانت بتقعد مع التجار اللي مش عارفين يجيبوا دولار من الدولة فبيقولوا للدولة يا فشلة احنا بنروح للسوق السودة فكان الاجتماع بيخلص وبيروحه هنا السؤال لما كان الاعلام المصري بيقول لنا ان السوق السودة دول عبارة عن مجرمين ومضاربين وناس بتضر الاقتصاد المصري الجماعة اللي كانوا بيعودوا مع رئيس الوزراء كانوا من دول ولا من دوك هم بس عشان نبقى فاهمين يا جماعة الدولة بتحارب السوق السودة وعندنا انهيار في السوق السودة حلو الجماعة اللي بيعودوا مع رئيس الوزراء يقولولوا احنا بنروح السوق السودة وضعوهم ايه في المعادلة يعني دول من الناس اللي بينطبق عليهم القانون ان هما بيروحوا السوق السودة بيتقبض عليهم ما هو اصل انتوا كنتوا عاملين كمان الدولار عشان اللي واخد الف دولار وراح بها السوق السودة طب انت جايلك ناس متلبسين قاعدين مع رئيس الحكومة بيقولولوا احنا بنروح للسوق السودة حضرتك عدتهم الكمين ولا خدت جمركت وصمصرت حاجة ولا انت مشارك معاهم ولا انتوا اصلا في السوق السودة ولا ايه يا جماعة ايه ايه يا جماعة بس احنا والله محتاجين نفهم احنا مش ضدكو بس اللي بتعملوه غريب شوية ما هو انا مفهمش ان دولة بتحارب السوق السودة واعدة مع ناس بتروح السوق السودة طب ازاي يبقى انتوا مش بتحاربوهم يا اخوان يبقى انتوا مش ضد السوق السودة ولا حاجة يبقى انتوا كنتوا بتشتغلوا الناس وبتغفلوهم بقالكو اسبوعين ما هو اللي بيحارب السوق السودة ما بيعودش مع تجار بيتعاملوا معاها طب بالعقل بالعقل هل دي كلمة تصدر من رئيس الوزراء يعني الرئيس الوزراء هنا بيعترف على مين بيعترف على نفسه بيعترف على الطجار اللي عادين معاه بيلبسهم بيعترف على مين وبعدها بشوية يقولك ايه وعلى سيادة اللواء محمود التوفيه وزير الداخلية احنا في حرب احنا بالحرب السوق السودة طب يا بيه ما تقبض على الناس اللي كانت قادة معك ما تسلمهم يا دكتور مصطفى الناس دي مش كانت قادة بتقولك احنا لسه جايين من السوق السودة بعدها نخلص معك ونروح لهم انت كنت بتقولهم لا لا الى الله بتقوم سلم عنه انت اخدهم بالحضن خلي بالك من نفسك لاحسن فيه كمين ايه يا جماعة التهديد ده يعني هم رايحين بس خلي بالك لان اللواء محمود توفيه عامل كمينين عند اول التجمع وعند اخر فيصل فخلي بالك لو يفتع عند الكمين قوله بس انا جايب من عند الدكتور مصطفى قولت له ان انا رايح السودة اخلص دولارات لان الحكومة ما عندهاش ايه ده يعني ده ازاي تصريح بيطلع من رئيس وزراء في مؤتمر صحفي على الهوى بيعلن لنا فيه الانتصار على السوق السودة انتو مجانين يا اخوانا انتو بتطعاتوا حاجة يعني مش معقول مش منطق يعني ده امر غريب جدا الزملاء في الاعدادة بما بعثوا لي الفيديو اول حاجة جات في ودانهم كده هو مصطفى مدبولي بيقول ان هو اللي بيروح للسوق السودة فاسمعنا الفيديو مرة واثنين فلاقينا لا ان هو بيقول ان الناس اللي قعدت معاه قالت له بنروح للسوق السودة فاللي هو طب ما دي انيا يا اخوانا ما هو لو كان اعترف على نفسه ان هو اللي بيروح فدي مصيبة لكن انه بيقعد مع الناس اللي بتروح للسوق السودة رايح راجع فدي مصيبتين ما هو ده تسطر على جريمة فالتصريح ده المفترض يحاسب عليه الدكتور مصطفى مدبولي بتهمة التعامل مع تجار بيشتغلوا في السوق السودة ده بلغ للنيابة العام وكل الجماعة اللي بتتكلم من انبارح ومن اول انبارح ومن الاسبوع اللي فات عن انتصار الدولة المصرية على السوق السودة وانهيارها ومش عارف ايه والمضاربين يا جماعة الخير رئيس الوزراء كان بيقعد معاهم فده امر بالنسبة لي امر مستغرب جدا ايه اللي بعده ايه اللي قاله دكتور مصطفى تاني غير اللي اعتراف على صحابه انه هم بيتجروا في السوق السودة تعالوا نقرأ مع بعض ابرز تصريحاته تعظيم الاستفادة من اصول الدولة طيب ده هيعمل ايه ده هيستمر لتدبير السيولة الضامنة للقضاء على ازمة عدم توفر السورية يعني الكلام بس عشان مجعلس قوي يعني جماعة احنا هنقدر نبيع الاصول فراس الحكمة مش اخر حاجة يعني بنعمل على تحقيق التوازن بين الموارد التزامات المطلوبة خلالها اشهر المقبلة في موضوع الديون يعني احنا عندنا التزامات كتير طيب ادكتور مصطفى بالنسبة للموضوع ده حضرتك عندك التزامات 42 مليار دولار فوايد ديون ومستحقات مع نهاية 2024 حضرتك هتحقق التوازن ما بين الموارد الدولارية ازاي نتمنى ان انت تقولنا عشان نبقى معاك في الصورة بعد كده قال ان التجار والمصنعين قالوا لي انهم اضطروا لتدبير الدولار من السوق السودة ما ادى لارتفاع الاسعار اهو ده الاعتراف اللي بقولكو علي ده اعتراف يعني غريب جدا هم كانوا جايين يسلموا نفسهم ولا جايين يخمسوا معاك ولا جايين يعملوا ايه ده سؤال مهم الوصول للقرارات الاقتصادية الاخيرة احتاج تضافر جهود مكثفة من كل الجهات المعنية بعدين بيبدأ يكلمنا عن الخطة الجاية ايه بقى الخطة الجاية دكتور مصطفى هيحصل ايه تعالوا نشوف اول حاجة هيكون عندنا سعر صرف سعر موحد للصرف طب معلش يا دكتور مصطفى مش انتوا قلتوا ان هو هيبقى سعر مارن ومش عارف ايه لا انا قصدي انه ما فيه سوق سودة خلاص فالكلام اللي بيقولوا ده ان يعني بعد فترة مش هيكون عندنا سوق سوداء للدولار جميل وزارة الداخلية هتعمل بالضرب بيد من حديد على المضاربين بالسوق السوداء فمعنى كده ان كمين الدولار مستمر بس اتمنى ان في كمين الدولار ده يشوفوا التجار اللي كانوا قاعدين مع الدكتور مصطفى بعدين اعلن حالة الحرب مصطفى مدبولي يعلن الحرب على السوق السوداء والتجار اللي كانوا بيعودوا معاه قبل ما يروح للسوق السوداء وهي دي قمة الشفافية والاعجاز العلمي فاحنا في حالة حرب عشان نعيد الانضباط للسوق المصري طيب ايه الشغل الشاغل للحكومة ان احنا نزبط الاسعار عشان تعكس السعر الواقعي للسلع الدباجة مجعلصة جميلة قوي يعني الاسعار هتنزل ولا هتعلق دكتور مصطفى ما قالش قال ان البنك المركزي هيدبر العملة طيب حل عشان نعمل ايه بالعملة دكتور عشان نطلع السلع الغدائية والادوية والعلف والمنتجات البترولية ومستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة الكلام ده كله لما هيحصل معناه ان اسعار الحاجات دي كلها هتنزل فحضرتك تابع معايا الفترة الجاية اسعار العلف الادوية السلع الغدائية والمنتجات البترولية لو الاسعار بتاعت الكلام ده ما بدأتش تنزل اعرف ان الدكتور مصطفى مش عارف يزبط اسعار وان الدنيا هربت منه قال ان السلع الاستهلاكية والمنتجات تمت الصنع هتكون في دايل القائمة طيب حلو قوي بعدين بدأ يكلم بقى التجار اللي كانوا عاديين معاه غيرهم والمصنعين عايز ايه بقى طلب منهم تعميق التصنيع المحلي فجماعه الجماعة عايزين يشتغلوا ويصنعوا دي نقطة ايجابية استبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات ببداء المصرية فمتستوردوش من بره يا جماعة واشتغلوا جوه طب انت هتعمل ايه بقى عشان الناس تعظم الصناعات والتصنيع بتاعها ما انت بتقفل المصانع وببيع الشركات يا دكتور مصطفى ايه بقى نرجع في النقطة دي شوية انت دلوقتي بتقول لي كلام مهم جدا انت بتقول للمصنعين يا جماعة عمق التصنيع المحلي حلو انت هتوفر له ايه لا هو هيعمق لوحده هيعمق لوحده ازاي عن ناشف ما هو احنا بنحفر القناة عن ناشف فهو هيعمق التصنيع عن ناشف دكتور مصطفى عشان تعمل تصنيع وانتاج وتبدأ بعد كده ان انت تزيد الصدرات ده محتاج توجه من الدولة تجاه الموضوع ده محتاج انك توفر له الحاجات اللي هو محتاجها الخمات الكلام ده كله الكلام ده هتعمله ازاي قالك ان انت كمان تستبدل المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات ببداع المصرية حلوة اوي البداع المصرية دي مش محتاجة جودة محتاجة كفاءة هتوفر الجودة والكفاءة عن طريق ايه ايه التسهيلات اللي هتديها للمصنع المحلي ايه التسهيلات اللي هتديها لشركات القطاع الخاص والتصنيع والكلام ده كله انت بتقف المصانع وبتبيع واللي بيحتاج على الرواتب بتاعته بتاعتقلوه فالفكرة مش ركبة يا دكتور مصطفى هي مش بالبيانات مش بالتصريحات طيب قال بعد كده احنا عارفين مدى الأزمة اللي الشعب بيمر بها كتر خيرك والله كتر ألف خير احنا كنا قلقانين لكم مش عارف يعني وانا بسمع الكلمة بتاعتك كنت قلقان جدا حاطئيه على قلبي يا رب هل يطره هو عارف ان الناس بتعاني هل يطره عارف الأزمة للشعب المصري فالحمد لله طميننا دكتور مصطفى على طريقة سيئ الذكرى عبدالفتاح السيسي هو عارف مدى صعوبة الأزمة مش بس عارف الأزمة لا 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 ده عارف مدى صعوبتها فتطمينوا يا جماعة رئيس الوزراء حاسس بيكم نكمل هنبدأ بقى في الوعود ونركز بقى مع بعض في موضوع الوعود ده المواطن سيشعر تدريجيا بالمصاري النزولي للسلع ركز بقى يا بنت وهو لو سمحت ها بدأت تشعر تدريجيا بالمصاري النزولي ولا تشعر تدريجيا بالمصاري اللي فيه رفع للأسعار فانت على حسب هتشعر بايه هنعرف الدكتور مصطفى كلامه صح ولا غلط فهو وعد ان انت هتشعر هتشعر بايه هو ده السؤال اللي احنا بنسأله في الفترة الجاية قال كمان ان الخروج الكامل من الأزمة هاستغرق بضعة أشهر كالترخيرة كدكتور مصطفى الاقتصاد هيرجع لمصاره الطبيعي هنوفر السلع اللي كانت تعاني نقص كالسكر وافقنا على استيراد مليون طن لسد الفجوة الراهنة حتى نهاية العام واكتناز السلع لن يجدي نفعا ما تكمرش السلع عندك لو سمحت تعال بقى في الثلاث اربع سطور الأخارة دول لان هنا الكريزة بتاعة الموضوع كله يا جماعة خلينا اقراهم معاكو وبعدين نرجع نعلق بقى كده بهدوء قالك نعتزم الاستثمار بالصحة والتعليم مع ترشيد الاستثمار الحكومي يبقى هنا الحكومة تبدأ ترشط في الاستثمارات بتاعتها وفي الانفاق بتاعها فدي اول حاجة وهيصرفه اكتر على الصحة والتعليم حلو وايه كمان الانتهاء من المشروعات اللي انجزنا 70% منها يعني اي مشروع انجزنا فيه 70% نحاول نكمله الحاجات الباقية بلاش سنعمل على تشجيع القطاع الخاص ليساهم بالنسبة الاكبر في النمو ممتاز وسنعمل على اعادة تجهيد خطوط الانتاج بالمصانع المصرية حلو جدا البند الاول بتاع الاستثمار بالصحة والتعليم مع ترشيد الاستثمار الحكومي ده رضينا عليه في الجزء بتاع عبدالفتاح السيسي لما قال انه عايز 2 تريليون دولار سنويا عشان يرفع مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجزء الثاني بتاع ترشيد الاستثمار الحكومي مع الانتهاء من المشروعات اللي انجزنا منها 70% ده مش تعديل سياسات ولا شطارة من مصطفى مدبولي ولا الجماعة تابوا وانابوا ورجعوا للحق لا ده كان الشرط الرابع في الست شروط بتوع صندوق النقد الدولي في الاتفاق الجديد اللي مصطفى مدبولي مضاه مبارح واللي استعرضناه في الحلقة انك هتوقف او هترشد الانفاق الحكومي بتاعت وهتوقف مشروعات البنية التحتية فمصطفى مدبولي النهاردة طلع يقول للصندوق سمعا وطاعة احنا اسفين احنا هنلتزم باللي قلتوه هنعرف بعد شوية هلتزم ولا لا النقطة اللي بعد كده سنعمل على تشجيع القطاع الخاص ليساهم بالنسبة الاكبر في النمو عزيزي المواطن ده مش تغير في سياسات الحكومة لا ده التزام بالشرط الخامس فيه شروط صندوق النقد الدولي واللي تكلم عن او السادس اللي تكلم عن تعظيم دور القطاع الخاص في الاختصاد المصري يبقى ده كان كلام الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بعنوان مهرجان الفرح للجميع ده اللي دكتور مصطفى قاله وده اللي رئيس الوزراء اتكلم فيه جميل هل احنا كنظام غيرنا من سياساتنا الاقتصادية فعلا هل احنا كنظام اقتنعنا ان احنا اللي كنا بنعمله غلط بقالنا عشر سنين ومحتاجين نتعامل بشكل مختلف ها المية تكد بالغطاع زي ما بيقولوا انبارح بعد ساعات قليلة من الاعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي والكلام بتاع التعويم ومؤتمر مصطفى مدبولي النهاردة بينهم كان فيه خبر غريب جدا تعالوا نشوف مع بعض الخبر الشرق بلومبرج بدء ترفيق المرحلة الثانية بالعاصمة الادارية في مصر بتكلفة 240 مليار جنيه في عام 2025 التفاصيل بتقول ان شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية في مصر هتبدأ في ترفيق المرحلة الثانية من المدينة مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه اربعة وثمانية من عشرة مليار دولار ركز معايا حضرتك في رقم اربعة وثمانية من عشرة مليار دولار ده لان ده رقم مهم جدا وهنعرف بعد ثواني هو مهم ليه بس نكمل خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية هو اللي بشرنا بيادي الاخبار العظيمة الجميلة وقال ان احنا هننفق 60 مليار جنيه في 2024 عشان نسرع عمليات الانشاء وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية وبتكلم بقى على شراكات وعلى شغل جامد جدا وحاجات جميلة اوه حلو اوه طيب احنا عندنا بالوقتي مجموعة من الارقام المهمة عندنا خير جاي او وصل خلاص صفقة ب35 مليار مع الامارات العربية المتحدة لشراء او بيع رأس الحكمة فيها جزئين جزء الاول متعلق بشريحة 10 مليار وجزء التاني متعلق بوديعة 11 مليار دولار وديعة اماراتية والجزء الباقي هي كمان شهري وعندنا صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار تم التوقيع عليها بالامس حلو نركز مع بعض فبيطلع بتاع العاصمة الادارية يقولك ده احنا بنعمل المرحلة التانية من العاصمة الادارية بـ 4 و 8 من 10 مليار دولار لما نحط الارقام قصاد بعض حضرتك هتعرف احنا مقبلين على ايه والنظام ده بيعمل ايه تعالوا نشوف مع بعض الارقام الجاية اللي هتطلع لان النسبة دي مهمة او الحي نسبة اموال ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة الادارية الجديدة تكلفة الموضوع بتاع المرحلة التانية دي 4 و 8 من 10 مليار دولار كويس؟ طيب نسبة الـ 4 و 8 من 10 دولار من الوديعة الاماراتية الـ 11 مليار اللي هم ادهلنا كجزء من صفقة الانقاذ حوالي 43 و 6 من 10 في المية يعني احنا صرفنا تقريبا كده هنصرف نص الوديعة الاماراتية اللي كنا مديودين بيها وتنزلوا عنها هنصرفها في العاصمة الادارية المرحلة التانية نسبتها من الـ 35 مليار اللي هي اجمالي لاستثمارات المباشرة او الصفقة الكاملة بتاعت البيع حوالي 13 و 7 من 10 في المية فاحنا بنصرف حوالي 13 في المية او 14 في المية من صفقة رأس الحكمة كلها في المرحلة التانية في العاصمة الادارية الجديدة نسبة المرحلة التانية من العاصمة الادارية من قرض صندوق النقد الدولي 8 مليار دولار يعني حوالي 60 في المية كويس؟ يعني انت بتتكلم انك صفقة صندوق النقد اللي جات لك انت بتضيع منها 60 في المية منها في المرحلة التانية من العاصمة الادارية الجديدة اضيف لحضرتك رقم كمان العشرة مليار اللي هناخدهم من الامارات كدفعة اولى الرقم بتاع العاصمة الادارية الجديدة المرحلة التانية يعني 48 في المية من العشرة مليار بتوع الامارات مصرف ولا مش مصرف؟ مصرف انا قلت كتير جدا اللقطة بتاعة مليجي اخو اوشا مع عوكل في الفيلم بتاعه لما قالوا انا بحوشهم لك وانت مصرف ولا مش مصرف استيسي عايز واحد زي مليجي زي طلعت زكريا يرفع عليه سلاح لبيض كده ويقول له انا بحوشهم لك انت مصرف اللي بيحصل مصيبة سودة مع الده الساعات يا جماعة لم يمر ساعات بالمناسبة اعلان الخبر ده في الوقت ده مالوش علاقة بالمؤامرات الكونية مالوش علاقة بالحرب الاوكرانية مالوش علاقة بالعدوان الاسرائيلي مالوش علاقة باي حاجة ليه علاقة بطريقة اتخاذ القرار من سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي بس الراجل ده هو اللي بياخد القرارات الراجل ده هو اللي بيقول نعمل وما نعملش سندوق النادي بيقول لك وقف انفاق حكومي الناس كلها بتقول لك يعمل استثمارات انت ضيعت الفلوس في الفاضي فاول ما تاخد الفلوس اول ما تاخدها في نفس اليوم تعلي انك هتعمل مرحلة تانية من العاصمة الادارية الجديدة هتصرف فيها 60% من قرض السندوق الاخير اللي انت خدته وتصرف فيها 43% من وداع الامارات اللي ادتها لك و13% من اجمال صفقة رأس الحكمة و48% من 10 مليار بتوع الامارات الدفعة الاولى ده انت مجنون ده جنون رسمي ده مش انسان طبيعي يا جماع ده انسان عنده هوس بالبنى بالعاصمة الادارية بالعواصم الجديدة بالجمهورية الجديدة يعني ده امر غريب يعني انت شحات وفاشل والجماعة بينقذوك لان مصر اكبر من انت فشل وانت لا تستحق اصلا الدعم وبالرغم من كل ده انت رايح تصرف على عاصمة ادارية جديدة تعمل مرحلة تاني طب اي عقل بيقول الكلام ده مفيش اي منطق مفيش هو منطق سيء الذكرى عبدالفتاح السيسي فدي كانت تجميعة مهمة الحقيقة للارقام اللي بتتكلم عن الفلوس هتروح لفين طيب العالم مبارح الغربي الصحافة الغربية وكالات الانباء الاقتصادية قالوا ايه عن قرار التعويم بعيدا عن مهرجان الفرح للجميع تعالوا نشوف المهرجان المنطق نشوف الصحافة الغربية اتكلمت قالت ايه عن قرارات التعويم ونبدأ بي سي ان ان الاقتصادية مسؤول مصري لسي ان ان الاقتصادية ارتفاع 30% في تكلفة توفير الوقود بعد قرار خفض الجنيه مسؤول حكومي قال ان قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه هيسهم في زيادة تكلفة توفير المواد البترولية بنسبة تخطى 30% خلال الفترة القادمة المسؤول اللي ما قالش اسمه او طلب عدم نشر اسمه قال ان ارتفاع تكلفة توفير المواد البترولية في السوق هيرفع فطورة دعم المواد البترولية وهتطلب ايه والله انا اسف ان انا بقول لحضراتكم الكلام ده هيتطلب زيادة اسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفطورة بشكل كبير والقرار ده في يد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية يعني ايه يعني اسعار الوقود والسولار والمزودت هتزيد يعني ايه يعني اسعار المواصلات هتزيد يعني ايه يعني اسعار السلع هتزيد لان هي دائرة مفرغة كلها مرتبطة ببعضها بينقلوا عن هاني جنينا كبير الاقتصاديين ومحلل استراتيجيات الاستثمار في كايرو فينانشل القابضة الاقتصادية قال لسي ان الحكومة المصرية من المتوقع ان ترفع اسعار الوقود نظرا لارتفاع تكلفة توفير الوقود من الخارج بعد انخفاض سعر الجنيه امام الدولار فاحنا عندنا مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة الناس من امبارح بتسألني كتير قوي فيه الرسائل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اسامة هو ايه اللي هيحصل هو اسعار هتنزل ولا لا طب هما معنا ولا علينا طب مش جايز اللي بيقولوه صحيح طب مش جايز اللي بيعملوه صحيح طب مش جايز ان الاسعار تنزل فانك بتقولوهم والله المنطق ان انت بعد فترة الاسعار تبدأ تنزل بس احنا هاي مش عارفين الجماعة بيعملو ايه وفيه بعض المؤشرات بتقول ان فيه سلع معينة هتعلى زي ما اتكلمنا مبارح من بينها اسعار الطاقة احنا اتكلمنا مبارح كان تقليل مدى مصر وقولت لحضرتك ان الرشدة وفقا لمدى مصر يعني مش كلامي انه الاسعار هتزيد في مجموعة من المجالات مستلزمات الانتاج الطاقة والتضخم واسعار السلع وحتى فيه الجمارك النهاردة بنتكلم عن اسعار الوقود هترتفع بشكل كبير جدا طيب نروح ليه نيويورك تايمز وبي بي سي اللي نشروا تقريرين مهمين جدا عن انعكاسات قرار التعويم على المواطن المصري نبدأ بين نيويورك تايمز ونشوف العنوان العبقري اللي كتبوه في التقريب بتاعهم المصريون يدفعون الثمن بيقولوا ان الضرر وقع بالفعل على جميع الشرائح في المجتمع المصري بالرغم من ان الصفقات اللي ابرمتها الحكومة واخرها صفقة الامارات فالمصريين شايفين قدام عينيهم قيمة مرتباتهم بتقل قيمة مدخراتهم بتتآكل وده طبعا نتيجة مباشرة للموضوع التعويم الفقراء وفقا نيويورك تايمز في مصر قللوا استهلاكهم للأكل الطبقة المتوسطة بدأت تسحب اطفالها من المدارس الكويسة او الخاصة وينقلوهم لمدارس ارخص او حكومية مجانية بشكل كامل طيب الاسر الافضل حالا اللي هم الاغنية شوية فوق الطبقة المتوسطة اختاروا ان هم يتخلوا عن قضاء الاجازات ما بقاش في حد خلاص بيسافر لاجازة او ان هم يكلوا الوجبات الجهزة او يخرجوا للمطاعم نيويورك تايمز كمان ان ملايين من البشر في مصر بقوا تحت خط الفقر وانه الاضطرابات دي حولت كتير من الناس النقطة دي مهمة او يا جماعة لمداربين مترددين تتحكم الشكوك والشائعات في حياتهم يعني خلاص هو ماشي ورا كل الشائعات الدهب زاد روح اشتري دهب الدهب قال روح بيع دهب او العكس الدولار زاد روح حد دولار الدولار قال روح مش عارب بيع حاجات زي كده فالفكرة نيويورك تايمز هنا بتقولك ان الناس تحولوا المجموعة من المضاربين البلد كلها تريبا بقت سوق سودا واصبح مطالعة سعر الدولار او متابعة سعر الدولار امر مألوف كده زي متابعة نشرة الاخبار الناس بتدخل تعمل ريفريش على الابليكيشنز بتاعة البنك عشان تعرف سعر الدولار بقى كان او وصل لفين كمان بيقولوا في نيويورك تايمز ان المضاربة اللي حصلة بشكل واسع في مصر عملت ضرر كبير جدا في سوق الدهب في خان الخليل فبيقولوا ان بعض التجار اضطروا لمواجهة الاسعار دائمة التقلب بالدهب اللي بيشتروه عشان يحولوها لخواتم او بعض القلائد والحلقان وفيه تجار دهب تانين توقفوا عن البيع تماما فانت هنا بتتكلم عن تعويم وقرارات اقتصادية بتؤثر بشكل مباشر على حياة الناس على مدارس الاولاد على الفسح على الاكل برا على الاحتياجات على الاستهلاك من الطعام واخيرا تجار الدهب كمان بيتم يعني تأثرهم من هذه القرارات بان هما بيقفلوا المحلات بتاعته دي كانت نيويورك تايمز انه المصريين هما اللي بيدفعوا التمن الاساسي مش الجماعة الافقين اللي عملين يفرحوا ويطبلوا ويرقصوا من مبارح ويعرضوا ويبرروا لعب الفتاح السيسي مش دول جماعة دول واكلين نايمين شربين سرقين فسدين في حضن المخابرات فهم مش حاسين بحاجة اللي زي ده ما عندوش مشكلة في كيلو اللحمة لو وصل الف جنيه خلي بالك النقطة دي مهمة اوي اللي زي اللجنة الالكترونية اللي هما جايبين له عربيتهم وحطين له شغلانة في صحيفة وبيخلوه يكتب مقال مش عارف فين وبيدولوا كام على التويتر اللي بيطبل فيها او بيعرض فيها او بيعمل الجماعة دول ما عندوش مشكلة كبيرة ان الدولار كان بتلاتين بقى بخمسين الجماعة دول ما عندوش مشكلة كبيرة ان الدولار يوصل لسبعين او ان كيلو اللحمة كان بتلتمية بقى بسبعمية او بألف ما عندوش اي مشكلة هو هيفضل يجيله نفس حصته من اللحوم والدجاج والاموال والمكافآت وكل حاجة فاللي زي ده لما تقراله انا نصحت ليك ما توقفش كتير عند كلامه ليه؟ لانه الراجل ده بيحافظ على اكل عيشه الراجل اللي في مدينة الانتاج الاعلامي هناك هو يعلم يقينا لميس الحديدي احمد موسى نعقة الديه مصطفى بكري محمد الباز لا معتز باللوقتي في قناة اماراتية ناس كتير من الموجودين في مدينة الانتاج هم عارفين كويس يا جماعة انه لو توقف او عارض او علق او اعترض او ناقش او جادل او عمل اي حاجة هيحصل ايه؟ هيواجه مصير احمد شيحة بتاع عضو عضو شعبة المستوردين مبارح لما اتكلم مع مصراوي قال لهم 45% زادت اسعار بالليل اقلوا من الشعبة خالص واسقطوا عضويته الجماعة هناك عارفين ده هم عارفين ان تمن الكلام هو الدبح تمن الكلام هو ان انت تفقد وظيفتك وتفقد النغنغة اللي انت فيها كلجنة الكترونية او ذراع اعلامي هم عارفين ده كويس ده دول المذعين اللي في مدينة الانتاج الاعلامي منهم ناس استمرأوا التطبيل واستمرأوا التعريض حتى اصبحوا مسوخا او احذية في اقدام الانظمة خلاص فيه ناس حبوا الشغلانة اوي زي فتاة الدعارة كده فخلاص حبت الشغلانة اوي وفيه ناس تانية لا هم مجبرين وعارفين انه لو تكلموا هيطيروا انه عنده الموجودين في مدينة الانتاج الاعلامي اكل عيشهم حياتهم ما عندهش استعداد يدفع تمن لرأيه عندنا اللجان الالكترونية هو الجيل الجديد اللي عمي فتاح السيسي بيعلم فيه من عشر سنين ومش بيعلم فيه بس لا ده بيجيبه ولد ما عندهش اي مؤهلات او مقاومات بيبدأ ولا معرفة ولا اي حاجة بيبدأ فيه ناس تحضر له الكلام وناس تقول له هيقول ايه ويعلموه يتكلم ازاي ويقعدوه مع فلان يعلمه البادي لانجودش ازاي والكلام ده كله لا تعليم ولا مؤهل ولا كاريزمة ولا حضور ولا اي حاجة لكن بيدخل فيه بوطقة تدريب كبيرة جدا عشان في الاخر يبدأ يصدر واحد اتنين وتلاتة الناس تبدأ تشتموا ويشتمهم ويتكلم معاهم ويقولوا الكلام ده كل الشخص ده اكل عيشه وحياته ومستقبله مرتبط بمصير النظام فهو يا جماعة ما ينفعش يعمل الا ده يعني انا من مبارح ناس كتير عملت منشيني في كذا حد من الشباب دول اتكلم عنك وفلان قال مش عارف ايه بتاع يعني انا دخلت بسيط انا فعلا عامل ميوت للناس دي كلها انا كمل ميوت اللي عاملهم في تويتر لاني الحقيقة مش عايز اعرف لا بيقولوا عني ايه حلو ولا وحش والكلام بتاعهم اصبح لا يبنى عليه يعني انا بامانة في الاول كنت باشوف بيقولوا ايه بيقولوا كذا بيتابعوا لكن خلاص بعد فترة بقى عندي قايمة كده ان الجماعة دون خلاص يعني الكلام بتاعه حتى النقاش معاه هو مضيعة للوقت التعليق عليه هو مضيعة للوقت فبدأت اشوف الكلام فانا بقيت مشفق عليهم جدا ليه لان هو مصيره مرتبط بمصير عبدالفتاح السيسي لو رحل عبدالفتاح السيسي او تغير عبدالفتاح السيسي سيداس هذا الشخص او غيره بالاحذية بل يمكن يقدموا للمحاكمة ان هم كانوا بيضللوا ان هم كده وكده وكده فالتعامل مع الناس اللي زي دي اللي هم عايشين في حالة الهستيريا من مبارح هو التجاهل التام افضل ليه؟ لان هم الشريحة بتاعتهم معروفة مجموعة من اللجان بيسلموا البعض بيغنوا على بعض بيباصوا البعض وبييجي واحد في الانتاج الاعلامي ياخد تويتا من دي بروزها وخلاص مجموعة مع بعضها حجم تأثيره على السوشيال ميديا حجم تأثيره في الشارع مش كبير والناس عارفة ان هو افواق وبيطبل وكده وكده فالتعامل مع دول مش هو الاساس الحقيقة فدي كانت نقطة لها علاقة بالموضوع التقرير بتاع نرجع ليه البي بي سي تقرير بي بي سي كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على انه التعويم الاخير هيزيد من اعباء المصريين بشكل كبير جدا فبيقول ان هما المصريين بيقنوا من وطقة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة من سنين طويلة جدا ونيجي للنقطة اللي محدش تتكلم فيها مبارح الحقيقة وبي بي سي بتتكلم فيها انه رمضان على الابواب وانت لما يبقى المصريين مستنوا شهر رمضان في خلال ايام وتيجي تاخد قرار زي التعويم ده قبل رمضان فانت بتتبح الناس لانه هيحصل ارتفاع في اسعار السلع الاساسية بشكل كبير جدا وده لما هيحصل الحاجات اللي هي ليه علاقة بالمكسرات وعين الجمل مش هي الاساس دلوقتي في رمضان ده وفقا لتقرير بي بي سي بي بي سي بتتكلم انه اسعار الخضار الرز هتضرب في السماء وهي الحاجة الاساسية يعني في الاكل والشرب في الفطار بتاع رمضان بتقول كمان بي بي سي انه جهزة الكهربائية لو سألت عن اي سعر اي سلعة وجد في اليوم التاني هتلاقي السعر ارتفع بعض الاجهزة الكهربائية ارتفع سعرها ستين في المية فده كان تقرير البي بي سي عن التعويم مبارح تعالوا نشوف تغردتين للأستاذ جمال سلطان والدكتور عمار علي حسن عن موضوع الدرح ده الاستاذ جمال سلطان بيقول تخيل حجم الاحباط اللي اصاب ملايين المصريين من الطبقة المتوسطة موظفين واطباء مهندسين ومحامين وصحفيين وغيرهم بيتقادوا راتب شهري متوسطه عشر تلاف جنيه حوالي تلتمية وتلاتين دولار فبيجي عليهم صباح اليوم التالي والمرتب بينزل لمتين دولار يعني قال لأربعين في المية بقرار واحد تخيل حجم الاحباط اللي هم فيه وبيتكلم على مستويات الفقر وعلى المشاكل اللي بتواجه الناس الدكتور عمار علي حسن نشر صورة معبرة جدا عن واقع مصر الحقيقة بعد قرار التعاون فيه منوريل وفيه ابراج وباقي الشعب تحت مش لاقي ياكل من اعمق التقارير اللي اتكلمت عن موضوع التعويم وشرحة المشهد الاقتصادي كان تقرير لوكالة رويترز بيتكلم عن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وتواجه الاقتصاد المصري تقرير اتكلم في مجموعة من المحاور نبذة تاريخية شماعات اللي النظام بيعلق عليها الازمة الاقتصادية واخيرا الاسباب اللي اوصلت مصر لهذه المأساة الاقتصادية تعالوا نشوف مع بعض رويترز قالت ايه عن اسباب الازمة وجذورها التاريخية بتول رويترز ان الاسباب بترجع لسنين او عقود مضت زي تعثر التنمية الصناعية بسبب سوء التخطيط والبريقراطية وايضا سياسات التصدير اللي خلفت عجز تجاري مستمر وانه تقييم العملة باعلى من قيمتها وهيمانة الدولة والجيش كل ده ادى لعزوف المستثمرين وتقويد المنافسة بيقول كمان انه الاقبال على الاقتراض في عهد السيسي اوصل البلد لحالة من تراكم الديون وخلى الدائنون الاجانب بيحجموا عن الاستثمار في مصر لانه ما فيش ثقة في الاقتصاد المصري الحكومة عشان تتصرف في مشكلة زي كده هل وقفت الاقتراض؟ لا لجأت للاقتراض المحلي مع ارتفاع اسعار الفايدة فده عمل عجز كبير جدا في الموازنة وادى ايضا الى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم واصبح الاستثمار الاجنبي خارج قطاع النفط والغاز هو استثمار ضئيل للغاية بتتكلم رويترز كمان في التقرير ده ان التحولات بتاعت المصريين في الخارج قلت خلال العام المالي الماضي بواقع 30% ونزلت ل 22 مليار دولار وقالوا كمان انه في احجام من المصريين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي وبالتالي بيروحوا للتجار اللي بيروحوا للسوق السودة اللي كانوا قاعدين مع مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بعدين بتبدأ رويترز تتكلم عن الشماعات اللي بيستخدمها النظام لتعليق فشلوا عليها فبيقول انه موضوع الحرب في قطاع غزة عملت طبعا مشكلة كبيرة جدا في مصر اثرت على السياحة بشكل كبير اثرت على عائدات قناة السويس بشكل كبير انخفضت ايرادات قناة السويس بنحو 50% لكن رويترز بتقول لنا انه عبدالفتاح السيسي كتير جدا علق المشكلة الاقتصادية على ثورة 25 يناير مرة قال ان الزيادة السكانية هي السبب مرة وانه البنك الدولي اتكلم انه خط الفقر ونسبة الفقر كمان 60% من المصريين اما تحت خط الفقر او على حافة الفقر النظام المصري تتكلم عن التحديات الخارجية زي حرب روسيا اوكرانيا وكوفيد 19 بعدين بتكمل رويترز تتكلم عن موضوع الجنيه العملة فبتقول انه السنتين اللي فاتوا كان الشح بتاع الدولار والعملة الاجنبية عمل ضغط كبير جدا على الوردات وحصل تراكم للبضائع في الموانئ وده اثر على الصناعة المحلية بشكل كبير وارتفعت اسعار العديد من المواد الغدائية الاساسية بوتيرة سريعة جدا واسرع من معدل التضخم بتقول كمان ان معدل التضخم وصل لمستوى قياسي 38% في سبتمبر الماضي النمو الاقتصادي المصري تباطأ بشكل كبير وبدأت تتكلم عن الناس في التقرير بدأ قطاع كبير من المصريين يشتكي من تراجع مستوى المعيشة الجنين هار امام الدولار باكثر من الثلاثين منذ مارس 2022 وبدأت ضغط كبير جدا على موضوع العملة لحد ما وصلت ل31 جنيه في البنك المركزي بتتكلم بعد كده رويترز في التقرير ده على مجموعة من النقاط انه 60% من المصريين تحت خط الفقر وانه مدفوعات الفوائد اكتر من 45% من اجمال الارادات بتلتهم اكتر من 45% من اجمال الارادات و30% من السكان فقراء وفقا للبيانات الرسمية وانه من الوقت ده في يونيو 23 الارقام ارتفعت بشكل كبير جدا بيتكلموا انه الاموال وده الجزء الاخير في المشروع يا طرى الاموال بتروح فين وده جزء مهم قوي لازم نفضل نتكلم فيه ونفكر النظام فيه هم بيقولوا في رويترز انه مصر انفقت مبالغ طائلة على البنية التحتية في عهد السيسي زي مشاريع الاسكان المدن الجديدة الطرق السريعة كلموا عن العاصمة الادارية اللي بيعملوا لها مرحلة تانية دلوقتي هتلتهم 60% من القرد الجديد في السندوق تكلفتها 58 مليار دولار في الصحرة وقالوا كمان نقطة مهمة جدا بقالنا كتير ما اتكلمناش فيها وهي واردات الاسلحة الرجل اللي قدامكو ده عامل كم صفقات سلاح خلى مصر في المركز التالت عالميا وفقا لاخر تقرير لمعهر استوكولم لدراسات العسكرية بعد الهند والسعودية المعهر استوكولم الدولي لبحاث السلام عفوا قال كمان ان المسؤولين قالوا ان احنا عززنا برامج الانفاق على المحتاجين زي تكافل وكرامة عملنا منح نقضية لخمسة مليون لكن الاساس ان هو مستني دول غربية وخالجية يعني تدفع لان هي بتنظر لمصر انها ركيزة اساسية للامن في المنطقة ولان هي اكبر من ان تفشل تقرير ممتاز الحقيقة من وكالة رويترز عن كل التفاصيل اللي بنتكلم فيها بقالنا اكتر من سنة تقرير شامل جمع كل حاجة اتمنى ان السلطات المصرية تقرأ وتتعلم وتتابع وتنظر الى العالم كيف يقيم قرار التعوين بالامس سيبكوا يا جماعة من المولد اللي انتوا عاملينه من المبارح ده سيبكوا من اللجان اللي بتطبلوكوا وانتوا بتسقفوا لها او بتقبضوها ده مش هيقدم ولا هيأخر مش هينزل جنيه مش هيصلح اقتصاد فكرة الحقيقة اللي لازم يكون فيه اصلاحات اقتصادية حقيقية وقفوا العبث اللي بتعملوه في العاصمة الادارية وقفوا العبث اللي بتعملوه في مشاريع اخرى بيقولك يا ابن بورجين في ارض الحزب الوطني ركزوا ان الفلوس دي تروح فعلا الاختصاد المصري عشان المواطن اللي هو اساس كل حاجة يبدأ يحس بالفرق الاتنين الجاي اول ايام شهر رمضان المبارك كل سنة وحضراتكو طيبين لكن الحقيقة انه رمضان السنة دي غريب شوية انا فاكر رمضان السنة اللي فاتت كان غريب بردو وعملنا حملة اسمها الناس لبعضها يمكن نرجع نتكلم فيها تاني اليومين الجايين لكن الوضع السنة دي مع القرار اللي واخدينه مبارح بتاع التعويم قبل رمضان بيومين ثلاثة ده اجرام اجرام رسمي في حق المصريين موقع عربي بوست عمل تقرير قوي عن المصريين اللي تخلوا عن عداية رمضان في هذا العام بسبب ارتفاع اسعار السلع داخل الاسواق تعالوا نشوف عربي بوست كتبوا قالوا ايه قالوا ان فيه ارتفاع اسعار السلع داخل الاسواق بشكل مستمر وفيه غياب كبير للسكر وانه فيه اختلاف فيه العداد بشكل كبير جدا موقع عربي بوست عمل جوالات في اسواق مختلفة عشان يشوف تأثير صفقة رأس الحكمة بعد انخفاض اسعار الدولار على اسعار المواد الغدائية يا ترى لقوا ايه في الاسواق تعالوا نشوف مع بعض موقع عربي بوست بيقول انه هم وجدوا ان ارتفاع سعر الدولار كان بيؤثر بشكل لحظي على اسعار السلع الرئيسية لكن حتى الان لا يوجد اي انخفاض في الاسعار وتراجع الدولار اللي اعلن عنه حتى الان لم يصل للاسواق بيقولوا كمان ان السلع الرئيسية زي الزيت السكر الرز اللحمة الفراخ لسه اسعارها غالية جدا وفيه صعوبة في تلبية احتياجات شهر رمضان وانه السنة دي هيكون التقشف والاستغناء عن حاجة كثيرة جدا هي السماء الغالبة مساعد اول وزير التموين السيد ابراهيم عشماوي قال ان انخفاض الاسعار لن يكون كبيرا مثل هبوط الدولار قيمة الجنيه هي اللي زادت والله انا خاف عليك عم عشماوي تحصل احمد شيحة لانك قلت كلام غريب شوي لما عملوا الجولة بتاعتهم الموقع بتاع عربي واحد وعشرين وجدوا ان سعر لتر الزيت اللي بيستخدم في القلي وصل لمية جنيه وان السكر المعبق سعره الكيلو فيه ما بين 34 و 55 جنيه لو لقوه اصلا لقوا كمان ان كيلو المكارونة وصل ل 25 جنيه وانه السامن النباتي وصل ل 110 جنيه المحل الجزارة الشعبية بيبيعوا كيلو اللحمة قبل رمضان ب 450 جنيه اما اسعار الدواجن البيضة وصلت 105 والبلدي وصلت 115 الكمون حضرتك ارتفع سعره ل 730 جنيه للكيلو كان الشهر اللي فات ب 400 جنيه الفلفل الاسود ارتفع سعره ل 600 جنيه مقابل 340 جنيه من شهرين يعني بيت ضاعف في شهرين كيلو البندق او اللوز بعدل 1000 جنيه والحبهان الحبهان لا بطيقه ولا بطيق ريحته ولا طعمه الحبهان 1200 جنيه اللبن الكيلو الواحد باربعين جنيه حاجة غريبة بصراحة جدا معرفش الناس هتعيش ازاي في رمضان مع الاسعار دي طيب تعالوا تشوف كده الحاجات اللي كان اي بيت مصري بيجيبها قبل رمضان اللي هي مستلزمات او الحاجات بتاعت شهر رمضان انا الاول بس باعتذر لحضراتكو لان انا عارف ان في بيوت كتير خلاص بطلت تجيب الحاجات دي الحاجات دي بقت كماليات بالنسبة لها لكن لازال يعني في عدد من المصريين بيروح يجيب الحاجات دي عشان الخشاف وعشان اليميش بتاع رمضان والكلام كويس؟ هو طبعا يميش رمضان مش مميش رمضان هو مميش رمضان ممكن مهمميش رمضان ممكن ده يبقى اسمه فباعتذر لحضراتكو عن الخطأ المطبعي هو يميش رمضان اسعار مكونات اشهر الاكلات الرمضانية البلح بيتراوح سعر الكيلو ما بين 200 و 400 جنيه التمر سعر الكيلو 100 جنيه المشمشية سعر الكيلو ما بين 340 و 400 جنيه الاراسيا ب 280 الزبيب البلدي ب 180 جنيه انا حاس والله ان انا بتكلم عن بلد تاني او حاجات تانية جوز الهند الكيلو ب 180 جنيه التين الكيلو ب 360 جنيه السكر وصل ل 80 جنيه امر الدين وصل ل 105 جنيه طيب الناس بقى اللي همها الاغنية علية القوم الارقام اللي جاية دي تهم حضراتكو انت بتكلم تقريبا عن الكاجو الكيلو ب 660 الفسدو كيلو ب 660 اللوز الكيلو ب 480 عين الجمل ب 460 جنيه البندق ب 640 جنيه والسوداني ب 140 جنيه انت بتكلم عن تقريبا كده يعني خشاف رمضان لأسرة من اربع اشخاص تقريبا انت بتكلم عن 250 جنيه فشيء يعني مش عارف بصراحة الناس دخل على رمضان ازاي انا ما اتكلمتش عن حاجات كتير يعني الفول والطعمية والعيش والكشري والعتس والرز حاجات كتير جدا اسعارها غالية يعني احنا جبنا بعض اللقطات لبعض الحاجات الرمضانية لكن الاكل اللي هو اليومي في الصحور وفي الفطار ربنا يكون فقون الناس حقيقي يعني عشان كده زي ما قلتلكم يمكن بكرة وبعده نتكلم مرة تانية عن حملة الناس البعض الاوضاع اللي اتكلمنا عنها بتدفع الشعب المصري انه يتزاحم على المساعدات زي ما اهلنا في قطاع غزة بيعانوا من المجاعة وبيجروا لما بيحصل انزال جوي لان هم فعلا بيموتوا من الجوع المشاهد دي الحقيقة انا اتأسف ان انا اشوفها في مصر واحزن جدا ان المشاهد دي يكون موجودة في مصر احنا مش تحت حكم احتلال اسرائيل يا جماعة احنا مفترض بتحكمنا سلطة مصرية بيقولوا على نفسهم ان هم منتخبين اي نعم هو سيء الذكر اي نعم هو النظام مهزة ولا يمكن ان نتحدث بغير ذلك لكن لما نشوف المشاهد اللي هنشوفها دي مستقبل وطن عامل كده زي امريكا عارف انت مستقبل وطن الجماعة دول والمؤسسات اللي تابع السيسي عاملين زي الولايات المتحدة الامريكية هم اللي دعمين اسرائيل في قتل الفلسطينيين بس بيعمل لك انزال جوي عم فتاح السيسي هو اللي قافل المعبر بس بيعمل لك انزال جوي مالك الاردن هو اللي بيعدي للشاحنات بتاعت الجسر البري الاسرائيل من جسر الاردن بس بيعمل انزال جوي فحزب مستقبل وطن هم بتوع المخابرات واللي خاربين البلد واللي حاكمين كل حاجة ومجوعين الناس بس بنوزع مساعدات طيب دي مشاهد لمصريين بيجروا او بيتزحموا على كاراتين مستقبل وطن في الجيزة في يعني مشهد كان شهير جدا في 2003 لقوات الاحتلال الاسرائيلي وبولدوزر طالع على كومة رمل عشان يهد البيت اللي وراها وفيه بنت امريكية كان اسمها راشيل كوري وقفة على الكومة بتاعة الرمل دي المشهد ده بيعيد نفسه في مصر اليومين اللي فاتوا خلينا نشوفه اشتركوا في القناة حضرتك شفت الفيديو كويس صح؟ انا عايز الزملاء يشغلوا الفيديو تاني وقف لي عند اللقطة الست فيها وقفة فوق والبولدوزر بيهد البيت عشان اللقطة دي مهمة قوي ان احنا نعلق عليها حضرتك لو تشوف ممكن نوقف هنا جماعة طيب حضرتك المشهد اللي قدامك ده ان فيه بيت بيتم هدمه من بولدوزر تابع مش الاحتلال الاسرائيلي تابع للنظام المصري بقيادة سيء الذكرى عبدالفتاح السيسي وفيه ام مصرية او زوجة مصرية او سيدة مصرية واقفة فوق حضرتك بتهد البيت بالبولدوزر وفيه ستة فوق طيب لو الضربة اللي انت ضربتها بالبولدوزر دي في الكاميرا اللي على يمين ده ام ضرب اساس البيت او البيت قديم ام البيت واقع قدامك والستة دي فوق حضرتك مين هيحاسب على المشاريب مين هيحاسب على حياة هذه السيدة المصرية مين يا جماعة ولا حاجة هيقولك هي اللي غلطانة هي اللي كانت وقفة ولم تخلي المنزل هي اللي بتتحمل المسئولية نفس طريقة الاحتلال الاسرائيلي بالزبط نفس طريقة الحدثة اللي بقولك عليها مع البنت الامريكانية في 2003 راشد كوري واحدة رفضة هدم منزل فانت طلع لها حد يتكلم طلع لها نستقنعها اضمن امانها وسلامتها انما ايه البلطاجة دي يا جماعة دي اي دولة دي دولة احتلال دي عقلية احتلال دي عقلية مجرمة فيه امرأة مصرية وقفة في البيت وانت بتهد بالبولدوزر نكمل الفيديو كده من غير صوت لو سمحته عشان بس نشوف هذا التخلف العقلي اللي احنا وصلنا له انت بتهد ايه بتهد ايه الست ممكن تقع تموت وهيطلع طبعا لو اهلها اعترضوا هتعتقلهم وهتقتلهم لان لا المرأة المصرية ولا الرجل المصري ولا الانسان المصري له قيمة في عهدك الناس دي ملهاش دي يا جماعة المواطن المصري انت كده عملت ايه بقى ارهابتها خوفتها اديتها كارت ارهاب انت كده عملت ايه ايه الرسالة اللي انت وصلتها بهذه الحركة الغبية في ضحية الجميل في بورسعيد ايه اللي انت عايز تعمله ايه اللي انت عايز تقوله للناس ان ما فيش حد بعيد عن جرفات السيسي ما فيش حد بعيد عن بولدوزر السيسي احنا ركبين البولدوزر والجرفة وهندوس عليكم كلكو سياسيين او غير سياسيين معارضين او مؤيدين ناس ليكو في الكلام عن حريات التعبير او ملكوش بتدفع عن بيتك او بتدفع عن حريتك اهي دي الرسالة ان السيسي ركب البولدوزر وسايق دايس بنزين ما هو ده جماعة اللي نتنياهو بيعمله ما هو نتنياهو ركب الدبابة ودايس بيها على العالم كله لسه من ساعة بيهدد ما حدش يقول لي رفح لا انا هدخل رفح ولا امريكا بتوقفه ولا خليج بيوقفه ولا مصر بتوقفه ولا اي حاجة ده مشهد بالنسبة لي بيلخص لك العشر سنين اللي فاتوا ده مشهد بيلخص لك قمتك كمواطن مصري عند هذه السلطة المجرمة انا عايز حد يطلع يبرد للمشهد ده خلي بالك لو طلعت ادانة السيدة دي فانت زيك زي ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اللي اقتحم المسجد الاقصى وكان سبب في انتفاضة تانية لما طلعها عن راشد كوري هي اللي غلطانا اصلا هي وقفت قدام الجرافة وده ما يصحش كان لازم تستخبئ فلو انت عايز تتبنى رواية الصهينة في التعامل مع مواقف زي دي اطلع وقوله ان الست اللي غلطان او اطلع وقوله ان سواء الجرافة هو اللي غلطان وهو لازم يتحاسب وحاسبوه ساعتها السواء ده يقول مين يحط الزابط اللي قاله ان اللي بيعملوا ده يعني اعمل ده او هد البيت مهما كانت التكلفة طيب شفنا سيدة مصرية موجودة فوق البيت وهم بيحاولوا يهدوا البيت وهي موجودة مش كده تعالوا بقى نشوف السيدة المصرية ام المصريين السيدة الاولى انتصار السيسي وهي نشرة شوية صور وبتقول اود ان اعبر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية التي تعد مصدر الهام ورمز للتميز والعطاء اؤكد على التزامنا بالعمل جنبا الى جنب مع كل امرأة مصرية من اجل مستخبل مشرق يعلي من شأن المرأة فوق الصبح ونهد البيت بالبردوزر ويحتفي باسهاماتها القيمة في كافة المجالات ان مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الامة باكملها نحو النمو والتطور والبولدوزر اللي هنهد بيه البيت اللي المرأة وقفة فوقه ده السطر المحذوف في بوسط انتصار السيسي ده الكلام اللي مش هتقرأه ابدا عند صفحة انتصار السيسي فالست اللي وقفة فوق السطح انتصار بتكلمها والسيسي جوز انتصار راكب البولدوزر وبيهد البيت والست فوقه طب هل هذا يرضي السيدة الاولى؟ هل هذا يرضي السيدة انتصار السيسي؟ اللي هو ما صحيحكت بين السيدة انتصار السيسي ليه مش فما احنا بنكتب انتصار السيسي وخلاص ولا هي اسمها السيدة ولا مش عارف بس يعني برضو الموضوع غريب شوي بس يعني الفكرة في ايه بغض النظر عن الاسماء والمسميات مش دي قصة هل السيدة انتصار السيسي طرضى بما فعله جزهة سيء الذكرى عبدالفتاح السيسي لما ودى البولدوزر يهد البيت والست فوق الحقيقة مش عارف مجموعة من النساء المصريات لا تكرمهن انتصار السيسي من بينهن ساميا شنن وإسراء خالد سعيد وهدى عبد المنعم وسلسبيل الغرباوي صارى ورنصاوي أم أسماء البلتاجي الله يرحمها أسماء حبيبة أحمد عبد العزيز عشرات الفتيات اللي بيعتقلهن السيسي بالسجون أمهات المعتقلين والمعتقلات الممنوعين من الزيارة سيدات ضحية الجميل والوراق وراص الحكمة ومنهم السيدة اللي كانت فوق البيت اللي كانوا بيهدوه عشرات ملايين الفقيرات بسبب وجود عبد الفتاح السيسي وعشرات ملايين الكادحات لإطعام أطفالهن طيب في سؤال مهم محتاجين ان احنا نسأله بعد المشاهد دي هو جماعة خلاص يا جماعة رجع لي هو احنا المفروض نعيش فيه يعني بعد اللي بيحصل ده ايه المكان المفروض نعيش فيه ايه الفرق بين مصر وغزة ايه الفرق بين السيسي ونتنياهو ايه الفرق بين الكيان الصهيوني والنظام المصري الحالي ايه الفرق ايه الفرق بين آلة الدعاية الإسرائيلية وبين مدينة الإنتاج الإعلام المصري ايه الفرق بين هيئة البث الإسرائيلية وهيئة النفي الرسمية المصري ايه الفرق المواطن المصري مفروض يعيش فيه ده سؤال مهم تعالوا نستعرض مع بعض 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 المعاناة او اوجه المعاناة اللي فيها تشبهات كثيرة في الحقيقة ما بين مصر وما بين قطاع غزة امين الشرطة عبدالجواد اللي لسه مش عارفين هو فين اللي وقف على لوحة الاعلانات بتاعة شركة وي اللي احمد مكي بطل الاختيار كان واقف فيها والمسلسل اللي من انتاج المخابرات والشركة وي بتاعة المخابرات فابضوا على عبدالجواد وبلدوزر السيسي اللي بيهد البيت اللي وقف فوقه سيدة مصرية من السيدات المفروض السيدة انتصار السيسي بتدفع عنهم وبتتكلم عنهم عندنا تدافع على المساعدات الغذائية زي اللي بيحصل في غزة بالزبط في المشهد اللي شفناه على كاراتين مستقبل وطن عندنا انتشار لسوق التغذية والجوع زي اللي بيحصل في غزة بالزبط من انتشار المجاعة اعتقال من يرفع علم فلسطين وفي غزة اعتقال وقتل من يدافع عن الاراضي الفلسطينية عندنا كمان في مصر هدم المنازل وتجريف الاراضي وهو ما يحدث في الاراضي الفلسطينية تهجير الاهالي قصريا من مدنهم وهو ما يحدث في الاراضي الفلسطينية هدم البيوت فوق رؤوس اصحابه وهو ما يحدث في الأراضي الفلسطينية السؤال اللي بنسأله المصريين يعيشوا فين ايه الفرق بين مصر وقطاع غزة ايه الفرق بين السيسي ونتنياهو ايه الفرق بين الاحتلال الاسرائيلي والنظام المصري ده سؤال مهم وده نذير خطر ومؤشر خطر يجب ان يستيقظ النظام المصري قبل ان ينفجر الناس الناس لما بينفجروا بيعملوا ايه بيقتحموا القصر الرئاسي زي ما المكسيكيين عملوا بمناسبة ان بايدن العسيسي الرئيس المكسيكي نتابع ترجمة نانسي قطرين どخول نانسي قطرين دين تجياء اتيم اصبحت مشهد هيحصل في مصر. وهيتكرر في مصر. الضغط اللي انت بتعمله على الناس في كل المجالات. هيوصلهم في الاخر ان هم هيجوه لك عند بوابة اي اصر انت موجود فيه. وهيقتحموه زي اللي بيحصل في المكسيك بالزبط. حلقتنا مستمرة بعد الفصل. تابعونا. الحكومة الاثيوبية بتعلن عن الانتهاء او اكمال 95% من عمليات بناء سد النهضة. السد اللي كان مثار نقاش هيبنوه ولا لا. بعدين تحول لمثار جدال وسجال بين مصر واثيوبيا. طب هيكملوا الملء الاول. طب الملء التاني. طب التالت. طب اتفاقية المبادئ. طب مارس. طب تكونوا مطمئنين تماما. طب احلف ورايا. والله والله والله. لان نمس مياه النيل في مصر. اللي حصل. 95% زي ما موقع القاهرة 24 بيقول. تعالوا نقرأ تفاصيل هذا الخبر. السيء لمصر وشعبها وزراعتها وحصتها من مياه النيل. اثيوبيا بتعلن اكتمال 95% من عمليات بناء سد النهضة. وده في ذكرى مرور 13 سنة على وضع حجر الاساس للمشروع. مكتب التنسيق الوطني لبناء السد. قال في مؤتمر صحفي. انه تم الانتهاء من 98% من الاعمال المدنية. 78% من الاعمال الكهروميكانيكية لسد النهضة. وان سد النهضة الان يحتوي على اتنين واربعين مليار متر مكعب من المياه بعد ما بلغ ارتفاعه 160 متر. طيب. احنا وضعنا ايه؟ وزير الخارجية المصري سامح شكري. في الاجتماع الخليجي بالرياض كشف سبب وقف مصر مشاركتها بمباحثات سد النهضة الاثيوبيا. معالي الوزير من ثلاثة ايام قال ان اثيوبيا لا تراعي الحد الادنى لمبادئ وحسن الجوار. ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية. وهو الامر الذي بدأ بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة. ودفعنا لاتخاذ القرار بايقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لا تفضي الى نتائج ملموسة طالما استمرت اثيوبيا في نهضة الحالي. الوزير سامح شكري وانا قلت الموضوع ده قبل كده وخلينا فكركم به تاني. عامل بالزبط زي عباس اللي جاله حرامي دخل بيته ورسم له دايرة في اوضة من القوض وقال له ما تخرجش. وبعدين راح سرق بيته وسرق البقرة اللي عنده واعتدى على مراته وسرق الدهب بتاعها. مراته بتسرخ. ولاده بيسرخه انقذنا يا عباس. اللص يا عباس. فجأة عباس سحب الخنجر بتاعه بعد ما اللص روح وخلص على كل حاجة. وعدت دايرة وقال لقد جعلتوا منه مسخرة واجتستوا خطة دائرة. فاحنا بنتعامل مع اثيوبيا بالطريقة دي. طبعا مش عايز يعني الناس في اثيوبيا تفهم ان انا بقول لهم حرامية وسرق وكده. لكن بصراحة اللي حصل في موضوع سد النهضة ان جالك حد بنى سد واعتدى على حقك في المية وبدأ يبني ويخلص ملق اول وملق تاني وملق تالت وملق رابع وملق خامس وقول لك انا هعمل كهربا وهولد كهربا وانا اللي هتحكم وانسى اتفاقية انتيبي وانسى الاتفاقات بتاعت الاستعمار وانت كل اللي بتعمله ان سامح شكري اكتاز خطة دائرة وقال احنا زعلنا منهم قوي. احنا مش نشارك في المفاوضات تاني. لقد جعلتوا منه مسخرة واجتستوا خطة دائرة بعد ما خد كل حاجة. فالنظام المصري عندنا ماشي بالطريقة اللطيفة دي. ماذا تبقى لنا تفاوض عليه. ده سؤال مهم في تقرير اهم عملوا موقع المنصة. تعالوا نشوف بعض الكلام اللي فيه. من المتوقع انتهاء اثيوبيا من عملية التخزين الكامل للمياه في السد في هذا العام. اجمالية كمية المياه واجمالي كمية المياه اللي بتخزن تتروح من 64 ل74 مليار متر مكعب. دكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية وجامعة القاهرة. قال ان ملء السد لم يعد محل النقاش لان الملء انتهى بالفعل. بيكمل التقرير ويقول اي مفاوضات في المستقبل ستكون بشأن التشغيل واعادة الملء. وان مزاعم رئيس وذراء اثيوبيا بعدم احداث ضرر بمصر والسودان هو امر غير حقيقي. مصر على جانب اخر انفقت عشرات المليارات في مشروعات الاستعادة لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. واخدت اجراءات واسعة لترشيد الاستهلاك منها تقنيم مساحة زراعة الرز. مجلس التعاون الخليجي اكد ان الامن المائي لمصري والسودان من الامن القوم العربي. يعني بيانة هو كويس. ما عرفش هيحصل ايه بعد كده. وزارة الرأي المصرية في ديسمبر الماضي طلعت بيانة قالت ان القاهرة ستراقب عن كثب. عملية ملء وتشغيل سد النهضة. وتحتفظ بحقها الكامل. زي عباس كده. هو حطك جوة الدايرة. وراح خلص السد. وملأ. وخلص كل حاجة. وولد كهرباء. وخلص الاعمال الكهروميكانيكية والمدنية. وانت وزارة الرأي بتقولك احنا بنتبع انكسب عملية الايه. البنى والملء والكلام ده. طب بعد ما تبعت اكتست خط الدائرة. وجعلت منه مصخرة. وربنا ما يقطع لك عادة يا جماعة. طيب احنا بنحل الموضوع ازاي? بنعمل ايه? بنولد المية ازاي يا جماعة? بنعوض ازاي النقص اللي عندنا? ده هو الخبر المهم جدا اللي الجزيرة مصر بتنقله. وزارة الانتاج الحربي تعلن توقيع عقد تصنيع مشترك بين شركة حلوان للاجهزة المعدنية التابعة للوزارة. ونظيراتها ميزوها اليابانية لتصنيع جهاز توليد المياه الصالحة للشرب من الهواء. بقدرة الف لتر يومي. طيب شوف انا هقول له حضرتك على حاجة. انا في يعني في العادي لا اصخر من موضوع او اتريع عليه او اشكك فيه من غير ما نقرأ عنه. كويس? انا بقى ما انا ما عنديش اي فكرة عن قصة انت ازاي بتولد المياه من الهواء. وان فيه شركة يابانية بتعمل ده والكلام ده كله. فلو ده يعني سبيل انت بتعمله عشان تولد المياه من الهواء. وتعوض بيه المياه وتصرف فلوس عشان الزراعة. وبتعمل الكلام ده كله. فاحنا عندنا مثل لطيف قوي من نتعلمه واحنا على الصغارة. اللي هو اودنك من اسهل. انك توقف ايثيوبيا عند حد ده من الاول. وما تروحش اتفاقية المبادئ. وتوقع عليها هناك. وتاخد موقف حازم من ايثيوبيا. وتستخدم اوراق القوى الحقيقية اللي معاك. ولا ان انت تروح تطلع المياه من الهواء. سواء ده موضوع علمي مش علمي. انا بقولك انا مش جاي عشان اتريع على حاجة. انا فعلا ما عنديش يعني عنها معلومات كفاية. لكن فكرة ان انت بتجيب المياه من الهواء. او بتجيبها من الصرف الصحي. او بتجيبها من بحر. ايا كانت الطريقة. وايا كان المكان اللي انت بتجيبه. ماهو ده مش الحل الاسهل. ده الحل الاصعب والاكثر كلفة. انت ليه رايح لده. ما توقف من الاول اثيوبيا عند حدها. ليه? لانك نظام يحكمك سيء الذكر. لانك نظام مهزأ. لانك نظام لا يعبأ لا بالامن القوم المصري. ولا بالامن الماء المصري. ولا باي امن مصري. ولا بالشعب المصري اصلا. انت نظام رئيسك موظف عند اسرائيل. وتابع للامارات والسعودية. ما هي دي الحقيقة يا جماعة اللي بتثبته لنا كل يوم والتاني. ما بقيتش محتاجة ان احنا نتكلم فيها يعني. فعار الحقيقة كبير جدا على اللي مصر بتعمله مع اثيوبيا. لكن لو نروح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية في ظل كل الاخبار دي. بنكتشف حاجة غريبة جدا. بنكتشف ان الراجل بيطلع في لقاء تلفزيوني بيقول ان مصر بتتعامل بندية مع جميع الاطراف وعندنا دبلوماسية الرئيس السيسي. نتابع. الأمر اللي ممكن لأسكوه في هذا السياح هو ان مصر دولة كبيرة راسخة قوية تتمتع في قدر كبير جدا والاستقلال في حركتها وفي تصرفها. يعني هي دولة ماها علاقات متساوية بالتصل بالندية مع جميع الاتجاهات والأصراف هذه دسانة الجميع. الجميع يعلمها هي لا دائم تأكدها توازل خارج أو في داخل بطباط الحال. ولكن المهم في هذا السياح هو ان مصر دولة تعمل بتوازل شديد. لأسبب كثيرة هي انتقالها التائيخي والجغرافي والديمغرافي وانتقالها الخباري. فهي دولة يعني ذات تقل وذات خطوات محسوبة. ودأت الآن بدلوماسيةها جاسية لتعزل من هذا التقل وتحوله إلى رفيد باقتصادي وسياسي واستثماري وتنموي. تستفيد منه الدولة. صحيح. دولة يعني ذات تقل ويديمه الوماسية للرئيس السيسي وعندنا كمان ندية في التعامل تمام. اليوتيوب لا يجدب ولا لا ينسى زي ما سيء الذكر الصغير يوسف الحسيني قال طيب هل احنا بنتعامل بندية فعلا مع الدول الأخرى إقليميا عربيا دوليا تعال فخامة سيئ الذكر الرئيس عبدالفتاح سعيد خليل السيسي نشوف يا جماعة كده مع إثيوبيا فقدنا الحصة التاريخية من مياه النيل مفيش ندية أحسن من كده مع السودان حمدتي بيعبث بالأمن السوداني ومن ورائه الأمن المصري بدعم الإمارات ويهدد الأمن الاستراتيجي القوم المصري من الجنوب في ليبيا هناك تهديد للأمن القوم المصري من جهة الغرب بمغامرات حفتر المدعوم إماراتيا في البحر الأحمر الحوثي اتخذ قرارا لدعم غزة عن طريق استهداف السفن هناك في المجرى الملاحي ففقدت مصر نصف عائدات قناة السويس دون أن تحرك ساكنا الحياة حركت هتحفر قناة جديدة عشان نعملها اتجاهين أربع حرات في غزة تهديد الأمن القومي وفقدان السياسة السيادة الوطنية فقدان الدور المحوري في الوساطة مع الاحتلال علاقتنا الندية مع دول الخليج ملخصها في تقزيم قيمة مصر بالشحات المستمرة والتباعية لدول الخليج وبيع الأصول والتفريط في حقوق الأجيال دوليا أظهر السيسي مصر كدولة تنهار وتحتاج للإنقاذ عالميا بشكل مستمر دبلوماسية السيسي التي أشار إليها المتحدث باسم الرئاسة نتعرف عليها أكثر في هذه البنود السيسي الحقيقة عنده دبلوماسية خاصة دايما بيوطي كده وهو بيكلم زعماء العالم بيمشي كده برحته وراء زعماء الغرب تحديدا يعني وكأنه مستني حسنة أو حاجة بيتحدث عن مصر بدونية واحتياج وكأن مصر دي ده شبه دولة هو وصفها بكده فعلا بيتكلم كتير جدا عن ملف اللاجئين في مصر لأنه عايز فلوس بيحضر العالم من الهجرة غير الشرعية عشان عايز فلوس دايما بيبقى بيبتسم بشكل مبتزل جدا لكن اللي قد قدامه حاطت رجل على رجل في منظر غريب جدا لما بيحب يدفع عن حقوق مصر بيخلي أبي أحمد يحلف ثلاث مرات دبلوماسية السيسي العظيمة بيبضل يفاوض على مية النيل لحد ما إثيوبيا بتخلص المال والبنى وتبدأ تولد كهرباء بيخلي سامح شكري يرمي ميكروفون الجزيرة عشان يبين قد يوز علم من قطر ده كان جهد آخر كلام فريق الإعداد لكن الحقيقة هل فعلا في دبلوماسية لعبد الفتاح السيسي لم نستطع أن نقرأها كفريق للبرنامج أنقل هذا السؤال إلى ضيف عزيز جدا ينضم إليه عبر الهاتف الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور أهلا وسهلا أهلا سهلا شكرك على التواجد وأسألك هل قرأت أي دبلوماسية تميز بها هذا النظام المصري برئاسة السيسي منذ عشر سنوات أعتقد أنه في المسألة التي تتعلق بالعمل الدبلوماسي نستطيع أن نقول أن هناك دول تصنع المكانة وهناك دول تهدر المكانة الدول التي تصنع المكانة ممكن تكون صغيرة لكنها يمكن أن تقوم بأدوار كبيرة لو أنا بكلم مثلا عن دولة زي قطر بحجمها بكل ما تتعلق به من إمكانات استطاعت أنها تستثمر هذه القوة النعمة في إطار إبراز ما يمكن تسميته بصناعة المكانة مصر لها مكانة طبيعية لها مكانة بحكم سلسة أمور التاريخ الجغرافية الديمغرافية أي عدد السكان الكبير مكانة مصر مكانة كبيرة جدا بحكم هذه الأمور لكن هل الأمور هذه كافية للإعلان عن تلك المكانة واستماريتها أم سيحدث حجر لهذه الإمكانية في كل الأحوال زي ما قال جمال حندان في عقرية المكان الموقع للموضع مصر ليست موضع مصر موقع ومن ثم لما حدث الانقلاب وحدث الانقلاب بهذا الشكل الخطير والمبارد بعد ثورة في مصر إنما شكل في حقيقة الأمر محاولة كبرى لإهدار هذه المكانة وتقزيم مكانة مصر ليس فقط على المستوى الدبلوماسي ولكن أيضا على مستوى كون هذه الدولة هي كما يقول حتى في الطراث يعني ممر أقدام وأقوان هي دي مصر المفروض ومن ثم يأتي عليها قادة هؤلاء القادة يمثلون بذلك العنصر المهم في استثمار ما يمكن تسميته بصناعة المكانة ماذا فعل السيسي بعد انقلابه أهضر هذه المكانة بشكل فج وبين وفطح حينما يكون هناك هذا الشخص أراد أن يكتسب ما يمكن تسميته شرعية زائفة أنا بأسميها في الكتابات المختلفة شرعانة وليس الشرعية لأنه لا يملك الشرعية الحقيقية التي تتعلق بهذا القبول الشعبي ولكنه في حقيقة الأمر كان منقلبا في إطار قطع الطريق على طريق ديمقراطي ومن هنا بدأ في هذا البطار يحاول الشرعانة وكانت من أهم وسائله في ذلك أن يعطي تنازلات في مقابل شرعانة زائفة النظام فعلى ذلك بالاتحاد الأفريقي ومع سوريا فعلى ذلك مع كل العلاقات التي تتعلق به دول الاتحاد الأوروبي والتي حاول فيها أن يحدث نوعا من الرشاوة السياسية الخطيرة التي قام بها في محاولة الإطفاء الشرعانة على نظامه ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة السادسة المرحلة السادسة ليس فقط إهضار المكان ولكن هي بي مصر ومقدرات مصر ومواردها غاز ماء أرض ومن ثم قام بكل ذلك ببجاح من دون أي إجراءات دستورية حقيقية كان من الواجب عليه أن يتخذها هذا الدستور الذي اصطنعه على عينه هو يدوسه بالأقدام كما يقول هو أن هذا الدستور صدب بحسن نية ما معنى بحسن نية أي أنه لا يستحق أن يتبع ولا نسير على هداه بل علينا أن ندوسه بالأقدام في هذا السياق وبدأ له من بعد ذلك يقوم بكل ما من شأنه أن يمد وجوده السياسي بطرائط مختلفة تتراوح بين التزويد وبين الأمور التي تتعلق بإهضار الدستور وتعديلات دستورية هي في حق التعديات دستورية في محاولة للاستمرار في حكم مصر ثم صار بعد ذلك يؤمل الناس بين أمور معينة وفترات متعددة فمن ستة أشهر إلى سنة وانتظرون سنتين إلى سلاسة إلى أربعة إلى خمسة ثم أتت المرحلة الرابعة بعد تلك الأزمة الإقتصابية الطاحنة التي تعبر عن تقزيم مصر إلى حالة لم تكن فيها من قبل طيب دكتور هناك سؤال فيما تعلق بتقزيم مصر المتحدث باسم الرئاسة وصف علاقة مصر بجيرانها إقليميا ودوليا بأنها علاقة ندية وبأن هناك حالة من الندية في ملفات كثيرة متعلقة بالمصالح الإقليمية والدولية من خلال قراءاتك هل هناك ملف واحد يمكن أن نوصف علاقة مصر بجيرانها أو بالدول الغربية بأنها علاقة ندية أي هي تلك العلاقة الندية ومن هم جرام مصر الذين يتحدث عنهم في هذا المقام أولا هو ووزير خارجيته في إطار هذه المعركة الرهنة التي تعلقت بتوفان الأقصى هذه المعركة التي تدفع عن شرف الأمة إذا به يقوم بأعمال خطيرة هذه الأعمال كلها تعبر عن حالة من الإنبطاح الشديد أمام العنجهية الإسرائيلية أرض نملكها ومعبر نملكه نحن والفلسطينيين ومع ذلك فإنه يقول وزير خارجيته نحن نأتمر بأمر إسرائيل من يدخل من يخرج من يمكن أن يدخل مساعدات هنا أو هنا هكذا كان الأمر بالنسبة لإسرائيل أما السعودية فقد تنازل عن طرام وصنافين وكان ذلك مصلحة سهيونية كبيرة إذ حولت المضيق الذي يتعلق بطرام إلى مضيق دولي وتحويل هذا المضيق إلى مضيق دولي كان ذلك حلم سهيوني ثم بعد ذلك أين هي علاقاته بأي نظام من الأنظمة في هذا المقام إن السودان يتآكل الآن وتحدث فيه مصائب كبرى وتحدث فيه حروب كبيرة وتنازعات كبيرة إلا أنه وللحقيقة كما يقول السودانيون أنفسهم قد رفع يدهم رفع يدهم رغم أن السودان تشكل خطاً أمنياً وعمقاً أمنياً استراتيجياً لمصر هكذا تقول النغرافيا ذلك أن النيل يمتد فيها وحينما نقول النيل فإننا نقول هنا أن هناك وضع استراتيجي المستشار طريق البشري أحمد الله عليه الحكيم البشري كان يقول أن الأمن القومي لمصر هو موجود الخريج ماذا يقول إذن قال بحكم التاريخ هي خاضت كل معاركها في الشام وغنستي مقدماً أي أنهم انتقلوا إلى هناك ليخوضوا معاركهم الكبرى حتى يتحضر بيت المرس الأمر الثاني الجغرافيا وهو امتداد الميل لأن مصر دولة مصط هذه الأمور جميعاً تجعل تدبير هذه الأمور الذي يتعلق بالجيران حقيقة مكانة مهمة لمصر تستطيع من خلالها أن تقدم نموزجاً لاستثمار هذا الأمن القومي إلا أنه بعد ذلك انتقل يعبر أن أمن إسرائيل هو من الأمن القومي الإسرائيلي هكذا إن حضرت الأمور إلى هذا الحد ولا أحد يحسبه على تلك الكلمات الفايرة التي تحدد مواقف عاهرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية النصرية شكراً جزيلاً دكتور سيف عبد الفتاح حسد العلم السياسية كنت ضيفي عبر الهاتف انتهت مفاوضات القاهرة دون اتفاق يبدو أننا لن نصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية قبل شهر رمضان الكريم الخبر يتحدث أن مصادر ذكرت للجزيرة أن مفاوضات القاهرة انتهت بالفعل دون التوصل إلى اتفاق وأن الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل حاولوا تقليل الفجوة بين الطرفين لكن الجهود لم تنجح المصادر قالت أن إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودت النازحين دون شروط أما مسؤول كبير في حماس فقال لوكالة رويترز أن إسرائيل تصر على رفض وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين حركة حماس في بيان لها قالت أن وفدها غادر القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني وصرح مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية المصرية بأن المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل حرور شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف هارتس بعد 150 يوما من الدمار في غزة إسرائيل ليست أقوى ولا أكثر أمنا وده الحقيقة نقطة مهمة جدا طرحوا مجموعة من الأسئلة اللي أسألها لضيف الحقيقة هل إسرائيل أفضل حالا مما كانت عليه في الثالث من أكتوبر 2023 هل أقوى أكثر أمانا لديها رضع أكبر أكثر شعبية فخورة بنفسها أكثر اتحادا هل هي أفضل بأي شكل من الأشكال دي مجموعة من الأسئلة المهمة الشباك يحقق في إفاقات 7 أكتوبر ولبيد يدعو نتنياهو للاستقالة الانقسام الداخلي الإسرائيلي لا زال مستمرا بشكل كبير هيئة الإذاعة العبرية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحدثوا عن أزمة ضباط وقادة في الجيش الإسرائيلي حيث أعلن عن مقتل أربعة قادة من قادة الألوية ستة بردبة مقدم تسعة وثلاثين قائد فصيل ثلاثة عشر من قادة السرايا وسبعة قادة من الاحتياط أكثر من ربع قتل الجيش الإسرائيلي ضباط نصفهم من النخبة حتى شهر ديسمبر الماضي بعض الصحف الغربية بدأت تتحدث عن الأوضاع في غزة ننقل بعض الاقتباسات من هذه الصحف صحيفة الجارديان قالت أن هذه الحرب شهدت أرقاما قياسية في عدد الضحايا من الأطفال والصحفيين والعملين في مجال الرعاية الصحية وموظف الأمم المتحدة أما وولستريت جورنال فقالت السكان يعانون الحرمان من الوصول إلى المساعدات الضرورية وإن حصيلة القتلى في ارتفاع وحياة الرهاء لا زالت معلقة جون هاتسون تحدث للواشنطن بوست قائلا الولايات المتحدة مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم القلق المتزايد في الأوساط الأمريكية بشأن سلوكها في الحرب أما لوموند الفرنسية فقالت حتى المقابر لم تسلم من التدمير في غزة ونحو نصف مواقع الدفن في القطاع تعرضت للتدمير إما بسبب مرور الأليات العسكرية الإسرائيلية أو بسبب القصف الجوي المدفعي قبل ما رحب بضيف الحقيقة عايزة أرم حضرتكو خبر غريب أوي جاي من جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا بتدعو لحماية عسكرية لقوافر المساعدات في غزة دي المرة الثانية بعد الحوثي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قالت مبارح أن جنود الدول الصديقة الإسرائيل لمرافقة قوافل دعت دعت أن جنود الدول الصديقة الإسرائيل ترافق قوافل المساعدات من أجل كسر الحصار ودمار المرور المساعدات وقالت أن القوات دي لازم تاخد تعليمات من رؤساء بلدانها ولازم تروح معبر رفح والمساعدات تدخل المعبر خليني أنقل هذا الخبر بداية لضيفي عبر سكايب دكتور سامر عوض الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بكم دكتور سامر هذه المرة الثانية التي تطرح فيها دولة أو تعرض خدماتها لحماية قوافل المساعدات الرسالة هنا لمصر كيف قرأت دعوة جنوب أفريقي يعني الرسالة فقط قفت لمصر دكتور سامر الرسالة لجميع الأطراف المتورطة في قضية استدراج المدنيين والذين يتم ترح ومن تظهرون المساعدات بمعنى جنوب أفريقي الآن تحاول أن تكشف جريمة جديدة من جرائم الاحتلال التي تحاكمه عليها عبر وجود شواهد دولية القوات الدولية التي كما هو متعارف حسب القانون الدولي لأنه في مناطق النزاع يجب تأمين المساعدات للمدنيين وإن الضر حتى إلى استخدام قوات أو قوات حفظ السلام من أجل تأمين هذه المساعدات حتى وصولها إلى المدنيين هي الآن تتحدث على الجرائم التي حدثت خلال أسبوع الماضي حدثت جريمة النابولسي وجريمة دوال الكويت الذي استهدف الاحتلال فيهم المدنيين عن جريمة جديدة من الجرائم التي ستضاف إلى ملف الجينيات والجرائم التي سيتم رفع الدعاوة بالإتجاه أتوقع بأن هذا يأتي في هذا السياق أكثر من أي رسالة سياسية لا يطرف من الأطراف خاصة وأن الآن الأمور تتدحرج إلى الأخضر في الأيام القادمة طيب الأسئلة التي طرحتها ها أورتس في هذا التقرير ما رأيك بها دكتور هل هم أقوى أكثر أمنا لديهم ردع أكبر أكثر شعبية هل هم فخورين بأنفسهم أكثر اتحادا هل إسرائيل أفضل بأي شكل من الأشكال يعني أولا جريدة أرسيا جريدة يسارية تتبع إلى الخطأ المعارض لنيتنياه واليمين المتطرف وهي خاضت أكثر من تحقيق موضوع خلال الفترة الماضية حتى أن أحد التحقيقات الخاصة بها سلبها حقها في أتويل من حكومة بن يامين نيتنياه قبل شهرين من الآن بمعنى هذه الأسئلة هي الأسئلة الحقيقية عن زد والحرب بمعنى هل إسرائيل أصبحت أكثر أمنا الإجابة نراها في المطار الذي يعني يهرب منه الإسرائيليون إلى دول العالم من أجل طلب اللجوء أو البحث عن الأمان خاصة وأن أسطورة إسرائيل الكبرى كانت أن يتم لقل اليهود من كل المسألة اليهودية التي يتم دمحهم والملاحقتهم في دول العالم إلى أرض المعاد التي فيها الأمان والعيش الرغيب لهم بمعنى لم تصبح فلسطين المحتلة دولة إسرائيل الآمنة لشعب الصهيوني أو اليهودي حتى يبقى فيها ومثالي اليوم الطوابير التي نراها في مطار بن جريون مدينة اللذ المحتلة تؤكد أنه لم يعد هناك أمان أولا منذ 7 أكتوبر ثانيا الجبهة الشمالية مشتعلة الضفة بدأت تغلي الجبهة الجنوبية الخسائر فيها عالية وبالتالي انعدم الأمن ثانيا سؤال عن قضية السمعة هل أصبحنا أكثر طبولا على العقل تماما اليوم دولة الاحتلال دولة منبوذة سياسيا وشعبيا بمعنى لا يمكن أن تذكر إسرائيل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي زودت إسرائيل بمئات صفقة عسكرية وأسلع عسكرية خلال العدوان على قطاع غزة من الخمس أشهر لا يمكن أن تتحدث عن إسرائيل بأمان في الولايات المتحدة الأمريكية ورأينا كيف قال الصحف الإسرائيلي الآن الدعاية الإسرائيلية تراجعت ولا نشعر بالأمان في أي دولة من الدول جد على ذلك دكتور سامة اليوم الخبر الذي يؤكد ذلك هيرتسوك رئيس دولة الاحتلال يلبي زيارته إلى هولندا لأنه سيتم ملاحقة هناك على قضية اشتراك بالفكار جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وبالتالي الآن الاحتلال يشعر نفسه محاصر مرة أخرى دبلوماسيا وشعبيا وسقطت دعاية التي كان يتغنى بها في قضية مظلومية وقضية دموقراطية وحقوق الإنسان التي مارسها على مدار 70 عاما من الوجه الحقيقي له بمناسبة العالم الغربي دكتور سامر الإعلام الغربي عندما كان يتبنى قضية ما ويضغط فيها عبر تقارير صحفية ومقابلات في الحقيقة كان يؤثر وربما كان جزء من معادلة تغيير القرار السياسي في قضية ما أو في دولة ما يبدو أن هناك لن أقول تحول ولكن عدد التقارير التي تتحدث عن معاناة أهل غزة عن المجاعة عن ضرورة وقف إطلاق النار قبل أشهر رمضان في الصحافة الغربية عددها أصبح أكثر بشكل كبير من صحف ومواقع مؤثرة لماذا لم تفلح هذه المرة يعني أولا بكل تأكيد الإعلام سيجاري المستمع اليوم بمعنى السياسات التحريرية التي تحكم الوسائل الإعلامية في كل مكان خاصة وإذا كانت تتبع إلى دول منحازة ومتحالفة مع الاحتلال لن تقوم بنشر رواية الشعب الفلسطيني على العكس رأينا كيف أن البي بي سي والسي أن آن ونيورك تايمز وكل هذه المؤسسات قامت في ترويج تصة الخمسين للطفل الذين تم دبعوا كما قال عنها نيتينيا وثما ظهرت كانها كذبة لكننا بدأنا يعني لا نرى منذ ذلك حديث عن سبعة عشر ألف طفل فلسطيني وصل إلى عشرين ألف طفل ويعني سبعين في المئة من الضحايا الآن في قطع غزة من النساء والأطفال لكن التحول هو تحول إجباري بمعنى هذه المؤسسات الإعلامية أصبحت تدرك بأنها لن تنقلب على مستمعيها ومتابعيها بمعنى المظاهرة التي كانت بالأمس أمام صحيفة نيورك تايمز في الولايات المتحدة الأمريكية رسالة المظاهرة التي كانت أمام بي بي سي عربي وإنجليزي هي أيضا رسالة بمعنى اليوم الرأي العام أصبح دوء اتجاهين في قضية التفاعل مع الرسالة الإعلامية مما يجبر الوسائل الإعلامية إلى تعديل مسارة حتى وإن كانت منحازة لطرف الاحتلال ورواية هذا يشكل تحول لكن للأسف الشديد التحول الإعلامي يجب أن يصفق إدارات سياسية وتحول سياسي في منظور تلك الدول التي ترعى هذه الوسائل وحقيقة أننا الإسلام الإعلامي الغربي لسنا نرجو منه شيئا وعلى مدار هذا الصراع مع الاحتلال لم يكن منحازا للرواية الفلسطينية أو للحق الفلسطيني إلا مقرها أو مجبرا أو مفضوحا في بعض الأحيان للأسف الشديد كما رأينا في قضية بعض التحقيقات التي أجبرت نيويورك تايمز ووشنطن فوست وبي بي سي إلى التراجع عن هذه التحقيقات وإظهار بأنه كانوا على خطأ وتم الاعتدار عن بعض هذه الرواية التحول سلبي نتاج أن المواقف الدولية سلبية للأسف الشديد وعندما تفشل الدول لا يمكن للإعلام أن يغير شيئا في مصار هذه الحروب والصراعات والنزاعات خاصة إذا ما تحدثنا عن أطراف كبيرة ودولية ترعى هذا الصراع للأسف الشديد شكرا جزيلا لك دكتور سامر عوض الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني كنت ضيفي عبر سكايب نهاية الحلقة أراكم بكرا إن شاء الله سبعة بتقرار أصباح على خير اشتركوا في القناة